لن يبقى تصعيد تكتل التغيير والإصلاح بوجه الحكومة التي هو جزء منها حبرا على ورق فالقضية بالنسبة إليه لم تعد قضية بنت دعم الصادرات الزراعية الذي مرره رئيس الحكومة على رغم اعتراض أكثر من فريق عليه بل تقطت الخطوط الحمر أي الدستور لذلك سينزل وزراء التكتل إلى السراي وبجعبتهم اقتراح حل الأزمة نزلين يقولوا رجعوا على الإلية اللي تم التوافق عليها باتخاذ القرارات بمجلس وزراء اللي هي إلية دستورية ومسيقية لا تخالف الصيغة ولا تستهدف وحدة لبنان وإذا ما مش الحال؟ لكل حادث حادث لأنه وقت اللي بتنسف صلاحيات رئيس جمهورية وبتصبح صلاحيات وتتاخذ بالأكترية بدل ما تكون وكالة لمجلس الوزراء مجتمعا حسب المادة 62 بتكون عم تضرب الصيغة بتكون عم تضرب الشراكة بكون عم تضرب دستور تحضيرات التكتل للتصعيد على الطاولة الوزرية تترافق مع تعبئة عامة لسيما على صعيد قطاع الشباب في الطيار الوطني الحر لتأمين الجهوزية المطلوبة في الشارع عندما تطلب الرابية القضية اليوم مانا قضية حشب نحن وقتا كانت أيام الاحتلال السوري من 90 إلى 2005 بـ 300 و 400 واحد كان نهز لبنان وهزينا لبنان وصلنا صوتنا لخارج أكيد إذا عملنا نزل على الشارع تظاهرات أو شو ما كانت التحركات ستكون سلمية حضرية كل الاحتمالات ورده منا محصورة ولا بالمطرح ولا بالعدد ومنا لنهار واحد مثل ما عم بجربوا يصوروها لان بجربوا يصوروها أنه نهار بيصير في فشة خلق وبتنتهي لا نحن مثل ما معروف عنا الشيء لح يكون مستمر ونحن مستعدين لكل الاحتمالات ورائحة تصعودية إذن بما أن عنصر المفاجأة سيتحكم بشكل التحركات يبقى السؤال هل تنجح مساعي اللحظات الأخيرة بتجنب هذه المواجهة؟ ترجمة نانسي قنقر